بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بالحضور الفضلاء والمشاهدين الكرام في ندوتنا الخاصة استشرافات هيئة علماء المسلمين في المشهد العراقي والشأن العام التي يعقدها القسم الإداري في هيئة علماء المسلمين عشية الذكرى العشرين لتأسيس الهيئة التي قامت على تقوى من الله ورضوان وامكثالا لقوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون في هذه الأيام تمر على العراق وأهله عشرون سنة تحت سطوة الاحتلال ومشروعه السياسي وحكوماته المتعاقبة وينقضي عشرون عاما من عمر هيئة علماء المسلمين التي كانت وما تزال المظلة الكبرى لمشروع مناهضة الاحتلال وما يتصل به من عملية سياسية ومخرجات لم يجن العراقيون منها سوى المآسي والآلام وفي هذه المناسبة يطيب لنا أن نسلط الأضواء على شذرات من مسيرة هذه الهيئة في اتجاهين رئيسين يتعلقان باستشرافات مجريات الأحداث في ضوء أدبيات وثوابت هيئة علماء المسلمين معنا في هذه الندوة جناب الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في الهيئة الذي سيقرأ إن شاء الله ورقة بحثية تتعلق باستشرافات الهيئة في الجانب السياسي وأيضا سعادة الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الذي يقدم ورقة مختصة في مجال حقوق الإنسان في ضوء جهود هيئة علماء المسلمين نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونفسح الآن المجال للدكتور ثامر العلواني فليتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد بداية أشكر الأخ أستاذ معاذ البدري على إتاحته الفرصة لقراءة الورقة المتاحة لي وأشكر أيضا القسم الإداري على هذا العنوان الذي تم اختياره في ذكرى تأسيس الهيئة استشرافات الهيئة ولعل هذا العنوان يأخذ بنا إلى مقولة الحسن البصري رحمه الله وهي أن الفتن إذا أقبلت عرفها وعلمها العلماء وإذا أدبرت عرفها الجهال إذا أقبلت يعرف حقيقتها العلماء ومن على طريقتهم لأنهم يزنون الأمور بميزان العقل السليمي والمنوط بهم أن يعملوا وفق معرفتهم للحقائق أما الجاهل ومن ليس بعالم فسينخدعوا بالفتنة ويقعوا في شراكها ويكونوا ربما أداة لهذه الفتنة أو تلك لأنه انغمس أو سينغمسوا في الفتنة وينجروا وراءها وسيعرف أنه وقع في المحذور والمحذور ولكن بعد إدبار الفتنة وخروجها وبعد خروجه من التجربة المريرة التي سوف تنهكه وتزهق الأرواح وتسفك الدماء ويخسر فيها الجاهل ما يخسر عند ذلك سيدرك الجميع أن الفتنة التي كان عليهم أن لا يكون حطبا لنار أوقدت لتحرق الجميع عند ذلك سيشترك الجميع في معرفتها العالم الذي حذر منها والجاهل الذي وقع فيها ولكن العالم والعاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها ويحكم عليها في بدايتها لأنه ينفذ بنور بصيرته إلى حقيقتها وإلى مآلاتها أما غير العالم وغير العاقل فيعرفها في وقت لا تنفع فيه المعرفة لأن الوقت يكون قد فات والهيئة لها استشرافات عديدة مبكرة بنت مواقفها على هذه الاستشرافات ولكن هذه الاستشرافات لم تكن نابعة من هوى نفس أو قراءة سطحية أو تأملات وهمية أو مصالح شخصية كما فعلتها بعض الجهات والأحزاب الأخرى بشتى التخصصات والتوجهات في العراق بل استشرافاتها كانت مبنية على وجود معطيات وشواهد وحقائق على الأرض لا يمكن تجاوزها في اتخاذ القرارات ومن تجاوزها بحسنية أو سذاجة أو غفلة وقعت عليه الكوارث والمصائب تواليا وهذا ما حصل ويحصل منذ 2003 وإلى يومنا هذا والمشكلة أن المصائب والكوارث لا تقتصر في وقوعها على صاحب القرار وإنما جر وراءه ملايين الناس وحالهم من سيئ إلى أسوأ ولا يحتاج أن نثبت ذلك فالعراق وما آل إليه الأمور بعد عشرين عاما يكفي من المآسي التي عاناها العراقيون وحتى تكون الصورة كاملة فإن موقف الهيئة هي كانت وفق الثوابت الشرعية مع مراعاة المصالح الآنية والآجلة للشعب العراقي بمختلف أطيافهم وطوائفهم وأعراقهم وقومياتهم والهيئة كانت تعمل بكل جهدها وطاقتها من أجل الخروج من المأزق الكبير الذي وقع فيه العراق وإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة تضمن للجميع الأمن والاستقرار والحياة الكريمة وقد أعطت في ذلك مئات الشهداء من المنتمين إليها ومن المؤازرين لها وكي لا أطيل اسمحوا لي أن أخذ نماذج من استشرافات الهيئة التي قالتها منذ بداية الأمور ولعل من أوائل استشرافات الهيئة والذي عبرت عنه في بيانها الأول الصادر في يوم 16-07-2003 وهما كان يختص بشأن مجلس الحكم الذي شكله الاحتلال عن طريق الحاكم الفعلي بولي بريمر وكان مجلس الحكم هو ثاني هيئة إدارية تشكلت في العراق بعد سلطة الاحتلال من قبل أمريكا وبريطانيا ومنح الاحتلال مجلس الحكم صلاحيات جزئية في إدارة شؤون العراق والصلاحيات الكاملة كانت هي لسلطة الاحتلال وحتى الصلاحيات التي منحت لمجلس الحكم هي كانت لا تمر إلا بموافقة بولي بريمر بمعنى أن الأمور كانت محكمة ومغفلة على ما يريده الاحتلال وسلطته الهيئة استشرفت خطر تشكيل مجلس الحكم ورفضته لعدة أمور ولعل من أبرزها أن مجلس الحكم تشكل من أشخاص ساندوا وتعاونوا مع المحتل ثانيا التقسيم كان واضحا من مراد منه لأنهم اختاروا خمسة وعشرين شخصية من مجلس الحكم منها اثنى عشر شيعيا وستة أكراد وأربع سنة وواحد مسيحي وآخر تركماني الهيئة فهمت هدف الاحتلال فرفضت مجلس الحكم بحسب الحقائق طبعا التي تراها وليست التأملات الكاذبة أو المكاسب الوهمية التي كان يتمناها البعض ممن سقط في مستنقع الفتنة وتصور للحظة أن العدو سيرحمه لسذاجته أو لطيبة قلبه الهيئة بيّنت أن مجلس الحكم الذي شكله الاحتلال هو الأسوأ في مشروع الاحتلال السياسي الذي اختاره للعراق لأنه سعر من خلاله الطائفية المقيتة واختار أعضاء المجلس بعناية كبيرة بحيث يعلم أنهم سيكونون متعاونين معه ولا يرفضون له طلبا ولذلك كان أول قرار اتخذه المجلس دليلا على ما كانت تستشرفه لأيئة هو أن أول قرار اتخذه هذا المجلس وأنه جعل يوم تسعة أربعة عيدا وطنيا ولا يمكن لعاقل أو من يمتلك ذرة من الوطنية أن يجرؤ ويجعل يوم الاحتلال عيدا وطنيا ولكنهم فعلوه طبعا بالمناسبة عندما تشكل مجلس الحكم كانت هناك آمال كبيرة من المتوهمين بأن العراق يسير على خطى الاستقرار والسيادة الكاملة وتحديد المصير وحسن الجوار ولكن النتيجة ها نحن بعد عشرين عاما نبحث عن حلول الاستقرار العراق ونبحث عن كيفية استرجاع سيادة العراق وإرجاعه إلى أهله وعدم تدخل في شؤون الدول الأخرى الهيئة أكدت مرارا وتكرارا أن الاحتلال يريد بناء عمليته السياسية على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية لأنه يسعى إلى تمزيق العراق لا إلى وحدته خصوصا أنه بدأ منذ البداية بث سموم الفتنة والتفرقة بين الشعب العراقي من خلال أنه جعل المكون الأكبر والغالبية المطلقة لجهة دون أخرى ولذلك كانت ترفض العمل السياسية في ظل الاحتلال لأنها كانت تصب في صالح الاحتلال فقط وصممت من أجل خدمة المشروع مشروع الاحتلال وليس لمصلحة الشعب العراقي وكانت تعتقد وجازمة أن العملية السياسية التي يسيرون بها ستزيد من أزمات العراق ومشاكله ولذلك لا ينبغي الوثوق بالعدو وقد رأينا الديمقراطية بعد عشرين عاما كيف كممت الأفواه وغيبت الناشطين ودمرت المدن واستأثرت بالسلطة على أشخاص وأحزاب معينة لا تسمح للشعب العراقي حتى أن يعيش بحرية وكرامة احتكلوا السلطة حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم جعلوا العراق غنيمة غنيمة حرب يتقاسمونها بينهم وهذا ما حصل منذ سنوات وبرعاية دولية وأقليمية وكما كان متوقعا واستشرفته لاي أيضا أن الاحتلال سيتخذ من الحكومات التي يشكلها أداة لضرب المقاومة العراقية والشعب العراقي وأنه سيثير الطائفية المقيتة بين أبناء المجتمع العراقي وهذا ما حصل على أرض الواقع قصفت المدن وتم تدميرها وتشريد أبنائها وارتكبت جرائم حرب طائفية ضد أهل السنة واليزيدية وغيرهم وكل من يقف ضد المشروع السياسي الطائفي وضد من كان يقف ضد الاحتلال والآن وبعد مرور عشرين عاما أصبح الشعب العراقي يؤمن ويعتقد أن العملية السياسية هي رأس البلاء وأن المحاصصة الطائفية والعراقية هي دمار العراقي وخرابه وقد رأينا ثوار تشرين على مدار سنة كاملة ينادون بإسقاط العملية السياسية واستبعاد أحزاب السلطة الذين جاء بهم المحتل أيضا من استشرافات الهيئة ثانيا مسألة الدستور ووقوفها ضد الدستور وتمريره الاحتلال على عجل كتب دستور وسلقه سلقا وحاول تمريره بشتى الطرق وكانت الهيئة ترفض كتابة الدستور على الطريقة الأمريكية وفي ظل الظروف التي كتبت فيه والهيئة كانت تؤكد أن هذا الدستور سيكون أحد مشاكل العراق وليس حلا لمشكلة العراق لأن الذي أشرف على كتابته والمحتل والأحزاب التي جاءت مع المحتل وهي غير صالحة لكتابة الدستور خصوصا أنها تريد كتابة الدستور يحقق مصالحها الحزبية وليس دستورا للعراق فجاء كل حزب وكل جهة بأفكار تخدم مصالحها ولكنها تضر بالعراق وشعبه وكان رأي الهيئة صريحا برفض هذا الدستور لأنه يرسخ مفهوم المحاصصة الطائفية والعرقية فضلا عن كونه غير صالح لإدارة البلاد ولأنه سيكون جزءا من المشكلة وليس حلة فمثلا اختار الاحتلال 28 شخصا من الاعتلاف الشيعي و15 شخصا من الأكراد وثمانية عن القائمة العراقية بزعامة يد علاوي وأربع أشخاص عن التركمان والآشوريين والمسيحيين واليزيديين ولم يكن في اللجنة من العرب السنة سوى عضوين فقط ضمن القائمة العراقية في وقتها حدثت ضجة وتدخل رئيس الأمريكي بأن هناك مشكلة كيف لا يكون تمتيل للعرب السنة فقط شخصين كان المراكز الأمريكية التي قدمت بحوث بأن العراق على هذه الشاكلة لن يستقر وكان رأي الهيئة أنه لا يمكن التفريق بين أبناء الشعب الواحد خصوصا من خلال الدستور واعتبرت أن الدستور نقطة تحول سيجعل من العراق الذي عرف بأنه بلد قوي موحد يمتلك موارد بشرية واقتصادية هائلة سيجعل منه بلدا مقسما طائفيا وعرقيا ومن بلد يحمل أبنائه الهوية الوطنية الواحدة إلى شعب يريدون إذابة هويته الوطنية وصهرها في هويات فرعية حتى تكون هذه الهويات الفرعية مشكلة وليست يمكن من خلالها العراق أن يزدهر ويتقدم كان المنطق يقول أنه لا يمكن لحزب أو جهة وطنية عاقلة يمكن تمرير مثل هذا دستور ولكن المصالح الشخصية الضيقة وتنفيذ أجندات الاحتلال وأعداء العراق والسذاجة التي كانت عند البعض والسير نحو الوعود الوهمية هذه العوامل الأبرز في تمرير الدستور ورأينا كيف تنصلت بعض الجهات من رفض الدستور إلى التصويت عليه بنعم ثم بعد ذلك حاولت أن تلقي باللائمة على غيرها وها نحن بعد عشرين عاما نرى ونسمع بأن الجميع وعلى رأسهم أحزاب السلطة والقضاء الجميع يطالبوا بتعديل الدستور وأن تعديله من الضرورات لأنه أصبح عائقا أمام تقدم العراق واستقراره طبعا لا شك أنه أن كل جهة تريد تعديل الدستور على ما يتناسب مع مصالحه الشخصية ولكن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع هو أن الدستور غير صالح للعراق وهذا ما نادت به الهيئة وحذرت منه قبل ثمانع عشرة سنة هناك أمور أخرى كثيرة استشرفت الهيئة وحصل مثل ما توقعت ولعلي أختم بما حذرت منه الهيئة دائما من أن العملية السياسية وأحزابها تعمل لصالح إيران ومشروعه ومشروع الاحتلال يخدم أمريكا وإيران فقط وأمريكا وإيران يتخادمان في العراقي وكانت الهيئة تحذر دول المنطقة من الخطر الإيراني القادم بعد احتلال العراق والأمور كانت واضحة لمن لديها أدنى بصيرة فأمريكا سلمت العراق لأحزاب وشخصيات موالية لإيران وهي تعلن جهارا نهارا أن ولاءها لإيران وقاتلت مع القوات الإيرانية ضد الجيش العراقي في الحرب الإيرانية العراقية أمريكا تعاونت مع الميليشيات بشكل علني وبشكل مباشر منذ دخولها العراق فهي حلت الجيش العراقي وأسست جيشا نواته من هذه الميليشيات الموالية لإيران وظهر التعاون والتنسيق بين أمريكا والميليشيات بشكل مباشر وفاضح بعد 2014 عندما كانت أمريكا تقصف المدن والمحافظات المنتفضة بالطائرات تمهيدا لدخول الميليشيات لإكمال التدمير والإبادة الجماعية وقد سبق الهيئة وانصرحت مرارا وتكرارا وأكدت أن هناك تواطئ بين الميليشيات وأمريكا وإيران ولكن تحذيراتها لم تأخذ للأسف على محمل الجد وكانت الدول تستند بظهورها إلى أمريكا ووعودها الكاذبة ولكن هذه الدول أدركت مؤخرا أن الأمور لا تسير بصالحها وأنها ليست كما كانت تتصور ولذلك بدت مؤخرا بتشكيل تحالفات دولية عسى أن تخرج من أوضاعها الغير مطمئنة ولكن للأسف إلى الآن مسيرتهم غير صحيحة وهم يقفزون على بعض الحقائق ويتجاوزونها مع أن الحقائق والقضايا التي يتعمدون إهمالها هي العامل الأساسي في استقرار بلدانهم وتنميتها الآن إيران تسيطر على أربع مدن عربية ونفوذها لم يتوقف وإلى هذه اللحظة الكثير لا يريد أن يسمع الحقائق ولا يسير وفق الطريق الصحيح الذي سلكته هيئة علماء المسلمين والجهات التي كانت تقف ضد الاحتلال ومشروعه وهنا لا أقول بأن الهيئة تمتلك كل الأدوات اللازمة للخروج بالعراق من مشاكله ولكن أتكلم عن رؤيتها واستشرافاتها وحسب وهي كثيرة ولا يسع المجال لذكرها ولكن بالنتيجة تبين للجميع بأن مواقف الهيئة هي الصحيحة وأن ما سلكه الآخرون هو المستك الخاطئ الذي جر البلاد إلى مزيد من المعاناة والمآسي التي راح ضحيتها الشعب العراق الصابر الذي يبحث الآن عن نور في وسط نفق مظلم زج فيه رغما عنه من أصحاب الولاءات الخارجية والمصالح الشخصية الذين سعوا في تنفيذ مشروع الاحتلال السياسي المستمر في تدمير العراقي من خلال استمرار العملية السياسية الطائفية التي غيبت العدالة ونشرت الفساد ورهنت البلاد لأعدائه وعملت على تمزيق وحدته وبعد كل هذه الحقائق يحاول المشاغبون والفاشلون والمنهزمون والتائهون وأذناب المحتل أن يلقوا باللائمة على ما وصل إليه العراق على المقاومة العراقية أو هيئة علماء المسلمين أو القوى المناهضة للاحتلال ومشروعه السياسي مع أن الحق كان وما زال معهم بل أصبحنا نسمع حتى من أذناب المحتل يريدون سرقة أفعال المقاومة العراقية وينسبونها لهم وهنا أكتفي بالرد عليه بقول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وإلى هنا أكتفي بما تقدم وأشكر حسن استماعكم واهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق على ما تفضل به من دراسة قيمة تتعلق بالجهد السياسي للهيئة واستشرافها لمآلات الأحداث في العراق والآن مع الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الذي سيقدم ورقة مهمة تعنى باستشرافات الهيئة في مجال حقوق الإنسان فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة الجانب الإنساني قد يتداخل كثيرا مع الجانب السياسي لكن يظل الذي يتكلم بالجانب الإنساني يعني أكثر دبلوماسية من الجانب السياسي يعني نتحدث هنا عن استشرافات هيئة علماء المسلمين في الجانب الإنساني في العراق انطلاقا من ثوابت الشريعة الإسلامية وهي حقيقة هذا هو سر الاستشرافات التي تحقق الكثير منها وهناك ملامح لما لم يتحقق منها الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية فالمعادلة تقول أن من كان ملتزما بهذه الثوابت لا بد أنه كان يوفر أو يحمي حقوق الإنسان وهو مخلص بالنتيجة لهذه الثوابت لكن من لا يوفرها ويحرم الناس من أبسط حقوقهم فهو يعني مدعا كاذب والعياذ بالله فانطلاقا من ثوابت الشريعة الإسلامية تعد حقوق الإنسان أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لهيئة علماء المسلمين في العراق وضرورة لحماية حقوق جميع أفراد المجتمع العراقي وضمان معاملتهم بكرامة واحترام بغض النظر عن عقهم أو انتمائهم الديني ومنذ تأسيسها تشكل قسم حقوق الإنسان فيها ولعل هذا من أولى الاستشرافات في المجال الإنساني ومنذ ذلك الحين أولت الهيئة اهتماما بالجانب الإنساني وشاركت في العديد من جهود حقوق الإنسان في العراق وكانت إحدى القضايا الرئيسة التي تم التركيز عليها في هذا المجال هي معاملة قوات الاحتلال والقوات الحكومية للمدنيين في العراق وانتقدت الهيئة في وقت مبكر تهميش مكونات الشعب العراقي والتمييز الذي مورس ضدها وكانت في مقدمة الجهات الوطنية التي أثارت المخاوف بشأن الاستخدام الممنهج للتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء ضد مناهضي الاحتلال كما نشطت في مجال حقوق المعتقلين في سجون الاحتلال والسجون الحكومية وطالبت بالإفراج عن السجناء الأبرياء الحقيقة في بدايات يعني تعلمون الجميع يعلم أنه تشكلت أو تأسست هيئة علماء المسلمين بعد خمسة أيام من دخول القوات الغازية إلى البلاد والدور الكبير الذي يعني كان للهيئة منذ تأسيسها باعتبار أنها صمام أمان للمجتمع وأخذت موقف الجهة المسؤولة يعني هي أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة هذه المسؤولية أيضا تنطلق من الثوابت الشرعية لأنه الهيئة كما تعلمون هي جهة شرعية وطنية تظل كما يقول العلماء تظل بين المحكمات والمقتضيات فتخرج حقيقة يعني ما هو خير للإنسان وخير للبلاد وبنفس الوقت الذي تميزت به الهيئة عن غيرها من الجهات الوطنية حتى المناهضة للاحتلال أنها يعني لا تبحث حقيقة عن مكتسبات سياسية لا تبحث عن أمور يعني تريد أن تحصل عليها مستقبلا مقابل هذا الموقف أو ذاك لأن هذا أيضا ما تمليه عليها الثوابت الشرعية بالنسبة للدين الإسلامي فبشكل عام كان للهيئة دور مهم في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي وهنا حقيقة يعني أود أن أركز على حق من هذه الحقوق باعتبار أن الشعب العراقي أصبح تحت الاحتلال ولسيما الحق في مقاومة الاحتلال ورفض التدخل والنفوذ الأجنبي وزادت الوعي الشعبي بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة ومن ضمن مواقفها في المجال العمل الوطني المناهض للاحتلال عبرت الهيئة عن مساندتها للقوى الوطنية الناشطة فيه ووجهت لها النصح عند الحاجة لذلك ولا نبالغ إذ نقول إن الهيئة هي الجهة العراقية الشرعية الوحيدة التي أعلنت أن مقاومة الاحتلال رد مشروع عليه طبعا المقاومة بكل السبل ومن جملة هذه السبل هو الكفاح المسلح ووسيلة للدفاع عن حقوق الشعب المقهور وظلت ثابتا على ذلك وقد دفعت في سبيل ذلك وما تزال تدفع أبهض الأثمان ومن أجل ما تقدم حرصة الهيئة على تضمين مفردات حقوق الإنسان في بيانات الأمانة العامة والتصريحات الصحفية وفعاليات اللجان والأعضاء في الهيئة وتعد بيانات الهيئة مصدرا مهما من مصادر توثيق الأحداث في تاريخ العراق ما بعد الغزو والاحتلال الأمريكي في عام 2003 وتضمنت بيانات الأمانة العامة والتصريحات الصحفية وتقاريق اسم حقوق الإنسان رصدا مستمرا يظهر خطورة الأوضاع القائمة في العراق على كل محاور حقوق الإنسان والانتهاكات الواسعة لحقوق الشعب العراقي من قبل قوات الاحتلال والقوات الحكومية وتحدثت الهيئة عن مواقفها الواضحة والصريحة في إدانة الجرائم التي تطال المدنيين العراقيين وفضحت المجازر التي استهدفت الشعب العراقي فضلا عن كشفها لأهداف وأبعاد التفجيرات التي طالت أكثر المدن العراقية وقد تنبهت الهيئة منذ البداية إلى السعي المحموم لسلطة الاحتلال وحكوماته المتعاقبة لخلط الأوراق من خلال إشاعة الفوضى وتأجيج العنف الطائفي في العراق بغيت تشويه صورة المقاومة العراقية الشريفة وأكدت ومنذ الأيام الأولى على ضرورة التفريق بين المقاومة المسلحة وبين العنف والإرهاب وعلمت الهيئة أنها وفي سبيل ذلك ستواجه اتهامات واسعة من قبل وسائل الإعلام التابعة للاحتلال والخاضعة له لإظهارها بمظهر الجهة المتطرفة الداعمة للعنف والمحرضة عليه ولم تألو الهيئة جهدا في دعوة أبناء الشعب العراقي إلى وحدة الصف والحث على التهدئة والتأكيد على ضرورة اللحمة الوطنية فضلا عن تأييدها للتظاهرات الشعبية ضد الظلم والاستبداد والتطهير الطائفي وسياسة الإقصاء والتهميش وأدانت الهيئة قمع المتظاهرين السلميين والاعتداءات المتكررة على الناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقصف العشوائي للمدن وترويع أهلها وتهجيرهم وارتكاب المجازر بحقهم بذريعة مقاتلة الأرهاب خلال ما سمي عمليات التحرير وما تخللها وعقبها من عمليات نهب وابتزاز وقتل واختطاف وتغييب بحق أبناء المحافظات المنكوبة ولعل اللاعات الخمس التي أطلقها الأمين العام الراحل الشيخ الدكتور حارث الظاري رحمه الله تلخص لنا أهم استشرافات الهيئة للجانب الإنساني حقيقة هذه عمليات التحرير أول ما تحدثت أول الجهات التي تحدثت أنها هذه ليست تحريرا إنما هو تدمير وبعض الساذجة من الناس وبعض المتوهمين وبعض غير الواقعيين حقيقة تحدثوا عن أنه تحرير واليوم وبعد مرور تقريبا ست سنوات والله يعني في محادثات بيننا وبين ناس من الداخل في الموصل وفي غير الموصل يتحدثون بشكل صريح أنه هذا يعني هذا تدمير هذا وليس تحرير هذا يدلل على أن هناك وقوف على الحقيقة بالنسبة للهيئة وبالنسبة للاستشرافات التي تصدر من جانبها رؤية ورسالة وأهداف الهيئة في المجال الإنساني هنا طبعا يعني أكيد للهيئة رؤية في المجال الإنساني ورسالة وأهداف بالنتيجة حتى يتحقق هذا الموضوع لكن هو الموضوع أيضا منضبط بضوابط الشريعة الإسلامية لا يمكن بأي حال من الأحوال وهذه أيضا من استشرافات الهيئة في الجانب الإنساني أن يتم هناك أي تجاوز بذريعة أنه حق أو حقوق أو رفع الظلم أو الحايف والكذا هذا كله حقيقة لا يمكن أن يكون لماذا لأنه الثابت في الموضوع هو الموقف الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير اللطيف الخبير يعني حتى من هذه اللفظة الخبير جاءت قبل هي لفظة اللطيف فهنا أيضا الموضوع يؤكد على أنه ما كان موافقا للشريعة متماهيا مع ما تريد هو هذا الأصل ومن هنا جاءت استشرافات الهيئة الصحيحة والواقعية لما يجري في العراق وترى الهيئة أن تحقيق ذلك يكون من خلال رفع مستوى الوعي الشعبي واستخدام وسائل التواصل والإعلام من أجل إشعار المواطن بحقوقه السليبة أو المنتهكة أو المقتصبة تثقيف المجتمع بمبادع حقوق الإنسان لجعلها وسيلة للضغط على السلطات الحاكمة في البلاد من أجل إرغامها على تطبيق المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مراقبة التزام حكومات الاحتلال المتعاقبة بالأحكام المتعلقة بها وإصدار التقارير الدولية والسنوية الخاصة بذلك الحقيقة هذا الموضوع نحن يعني من دخلنا نحكي الاختلاث مع الناس وفي الدور التوعوي والتثقيفي الكثير من المواقف يعني يحكي المقابل أنه لا دكتور هذا يعني أنت حال متشائم أنت حال أخي هذا الواقع هذا الحقيقة نحن نعرض الحقيقة بدون تغيير بدون تنميق ولا أي موضوع آخر لكن بعد مدة من الزمن يقول والله هذا الكلام يعني على مرارته لكن هذا هو الصحيح هذا هو الواقع هذا هو الذي يعني تقدر أن تقرأه وتستشرفه من المعطيات الحالية ومنذ السنة الأولى للاحتلال قام قسم حقوق الإنسان في الهيئة بتنظيم وتوزيع منشورات تثقيفية واستمارات قانونية لتوثيق حالات الانتهاكات وحرص القسم على نقل حقيقة ما يجري في البلاد من خلال عقد الندوات ومتابعة المؤتمرات والمشاركة فيها وتنظيم الدورات والورش التدريبية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن حقوق الإنسان في العراق وإعداد البحوث والدراسات اللازمة في هذا المجال يعني من المضحك المبكي حقيقة أنه في العراق بلد محتل منذ عشرين عاما لا توجد قاعدة بيانات للضحايا القتلى المدنيين في البلاد لا توجد قاعدة بيانات حكومية رسمية لا توجد قاعدة بيانات حكومية رسمية بالنسبة للمعتقلين لا توجد هذا كل حقيقة أخذت هي على عاتقها أن تقوم بهذا الدور طبعا هي مذكمات أفضل الدكتور ثامر يعني هي لا تمتلك كل مقاومات الحل ولا تمتلك هذه الإمكانات الكاملة يعني تحتاج المسألة إمكانات كبيرة لكن مع ذلك يعني كانت المحاولة هي أصل الموقف والنية الصادقة التي كما تفضل بها دكتور ثامر يعني كان نموذجا حقيقة طيبا جدا هو الدستور المآخذ التي للهيئة على الدستور تختلف عن مآخذ الجهات الأخرى نعم الكل متفق على أنه ينبغي تعديل أو تبديل هذا الدستور لكن النوايا هنا تختلف تماما ولا توجد أي فرصة أو أي إمكانية للمقارنة بين النوايا التي تكنها الهيئة تجاه الوطن وبالنتيجة أرجع وأقول أنه الهيئة لا تنوي ولا تفكر في أي مكسب سياسي على الصعيد الشخصي بالنسبة لها أو بالنسبة للأعضاء المنتمين فيها طبعا هنا أيضا موضوع مهم هو أنه تم تشخيص من خلال المطالسة مع عمل بعض الجهات والمنظمات الحقوقية منها أسماء كبيرة لكن حقيقة هناك كانت كثير من المواقف لهذه المنظمات أساء إلى العمل الإنساني وهي بالمراسلات تكتب خدمة للعمل الإنساني بل نرجو المشاركة في النشاط الفلاني وهي هذه المنظمات بعضها أساء إلى العمل الإنساني وغيب الكثير من الحقائق في التقارير التي أصدرتها ومع الأسف الشديد اعتمادها بعض هذه التقارير في المحافل الدولية لتغييب الصورة الواقعية مجرد المأساة الإنسانية الجارية في العراق الحق في مقاومة الاحتلال والتفريق بين مفهوم الكفاح الوطني وبين الإرهاب أدركت الهيئة ومنذ تأسيسها أهمية رفع الوعي الشعبي بحقوق الإنسان في تعزيز ثقافة مقاومة الاحتلال لأنه من ضمن حقوق الإنسان هو الحق في مقاومة الاحتلال وتقوية روابط الوطنية واستعادة ثقة أبناء الشعب في أنفسهم لصنع حاضرهم وبناء مستقبل بلدهم ولفتت الهيئة الانتباه منذ بداية الاحتلال إلى انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة الكثيرة والصارخة التي حدثت عندما شرعت أمريكا في غزو واحتلال البلاد وأن الحرب التي قادتها إدارة بوش الابن لم تكن قانونية ولا شرعية وقد حذرت الهيئة منذ بداية الاحتلال من مخاطر انهيار العراف الدولية ضد الحرب العدوانية على العراق التي شكلت منعطفا جديدا وسابقة خطرة في القانون الدولي وقد قادت واشنطن التحالف لغزو العراق في آذار مارس 2003 وجاء القرار 1483 الصادر عن مجلس الأمن في 22 آيار مايو 2003 ليصف حالة العراق صراحة بأنه دولة محتلة إذن هو دولة تحت الاحتلال فهذا يقتضي وجود أو احترام حق الشعب في تقرير مصيرة وفي تحديد نهجة في مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة وقد أقر ميثاق الأمن المتحدة في مادته في 21 حق المقاومة كحق طبيعي للدول والشعوب في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت عليها قوة مسلحة وأكدت الهيئة على أن المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في التعامل مع حقوق الشعب العراقي جعلت من المقاومة المشروعة عملا إرهابيا وما تزال حكومات الاحتلال متعاقبة تحاول استخدام كافة الوسائل الممكنة لإلصاق تهمة الإرهاب بأعمال المقاومة البطنية واستغلال المواقف للدها أمام المحافل الدولية وأمام الرأي العام للنيل من حق المقاومة ومشروعيتها حقيقة أختم بميزات المقاومة الوطنية وفرقها عن الأعمال الإرهابية نعود إلى الثوابت الشرعية بحسب الثوابت الشرعية والقوانين والأعراف الدولية أيضا تعد المقاومة الشعبية ضد المحتل أمرا مشروعا لأنه هنا الأمر بهدف سامي هو نعم مقاومة المحتل بكل السبول لكن هناك أمر غاية سامية لهذا الموضوع بينما الإرهاب يرتكب بدوافع مشبوهة وبأساليب وحشية هدف المقاومة الشعبية والكفاح المسلح هو الاحتلال يعني وقوات هذا الاحتلال لكن وقد أكدت الهيئة على أنه في مناسبات كثيرة طبعا على أنه ليس بمقاوم من استهدف عراقيا بريئا على الدين أو الهوية أو الطائفة أو العرق وأن عمله هذا جريمة تستوجب العقاب تهدف الأعمال الإرهابية دوما إلى التخريب وترويع الآمنين وتكون وجهة هذه الأعمال أشوائية أما مقصد المقاومة فنيل الاستقلال والتحرير الوطن في حين لا تتعدى غاية الأرهاب الانتقام وبث الخوف والرعب في النفوس توجه وسائل المقاومة ضد الأهداف التابعة للاحتلال بالتحديد بينما تكون الأعمال الإرهابية وسائل لنشر الدمار وتؤدي إلى أزهاق أرواح الآمنين وقد أدركت الهيئة أن غياب مفهوم واضح للأرهاب هو أمر مقصود لتقوم الدول المعتدية متى تشاء بالخلط بينه أي بين الإرهاب وبين حق المقاوم المشروع للإضرار بحركات الكفاح الوطني واعتبارها منظمات إرهابية وهو ما أدى لزيادة الشعور بالظلم واستمرار أعمال العنف في العراق شكرا على الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور أيمن العاني مسؤولي قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين على ما تفضل به من معلومات قيمة حقيقة هي جديرة بأن تسلط عليه الأضواء لا سيما وأن الرأي العام العالمي والإقليمي يحاول أن يغيب هذه الحقائق ولمن أراد الإطلاع على المزيد من هذه الورقة بمعنى أدق كل الورقتين إن شاء الله سيجدهما على موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت الحضور الكرام في الوقت الذي نثمن للضيفين الكريمين جهدهما على ما تفضل به من دراسات وتسلط للأضواء على جهود هيئة علماء المسلمين واستشرافاتها للقضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان فإننا نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على حضوركم ومشاركتكم وإلى لقاء آخر في مناسبة أخرى إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته